اشتركوا في القناة هل يا ترى هناك رؤى تبشرني بالثراء وبالمال الكثير؟ هذا هو العنوان في رؤى تبشرني بالغنى؟ اه اول رؤية معانا طبعا الموضوع بسيط جدا وهنتكلم عن ست سبع رؤى مش اكتر من كده رؤية انني اصطاد السمك ويخرج السمك في الشبكة سمك كبير وكبير جدا معلوم ان صيد السمك او الاسماك ليه علاقة بالمال فرؤية صيد السمك بالشبكة وكان السمك كبيرا فقدوم مال كبير او كثير قادم الي ان شاء الله تبارك وتعالى اتنين رؤية انني اتبرع للفقراء او للمؤسسات الخيرية او لبناء مسجد او اي شيء يخص العلاقة الايمانية فاي تبرع خير في المنام يدل على قدوم مال كثير ان شاء الله تبارك تعالى رؤية العثور على سبائك ذهب ارى في المنام انني قد وجدت سبائك ذهب وكثيرة وانا لا اعرف ما معنى هذه الرؤية فهذه الرؤية تبشر بقدوم الخير والمال الكثير الي ان شاء الله تبارك تعالى رؤية ظهور القمر في كبد السماء وهو صافي وانا اشعر بسعادة وراحة نفسية رهيبة هذه الرؤية ليها علاقة بالمال ليها معاني اخرى وذكرناها لكن من ضمن المعاني الجميلة في هذا المقام قدوم المال الي ان شاء الله تبارك تعالى ومال كثير رؤية واخذ الابر ان انا ارى في المنام انني اخذت اكثر من حقنة في مكان واحد واخذ ابر كاني ذراعي كله اخذت فيه ابر او حقن هذا الرؤية تدل على قدوم المال الكثير ان شاء الله تبارك تعالى فهذه الرؤية ان شاء الله كما ذكرتها تدل على ان هناك مال كثير ان شاء الله اخر رؤية معانا وهي رؤية غريبة وقد يفجع يفجع ويفزع منها الرجل اذا رأاه وهي رؤية نزول اللبن من ثدي الرجل ايه ده والرجل ينزل من ثديه لبن طبعا في الحقيقة لا انما في الرؤية معناها ايه هذه الرؤية تدل على قدوم مال كثير جدا للرجل نزول اللبن من ثدي الرجل مال كثير قادم اليه تظروينا في اللقاءات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته